السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 2 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 5 و55 دقيقة من صباح يوم الغد الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأضافر وقص الشعر أيضا لا طبعا القمر رح يظل في هاي المنزل لغاية الساعة وحدة و7 دقائق من فجر هذا اليوم اللي هو الأحد لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد القمر الآن بما أنه موجود في برج الحمل أو اليوم موجود في برج الحمل فخلال هذا اليوم منشعر بأن أكثر نشاط في العمل أكثر تصميما أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطريق أثناء الحركة أو قيادة السيارة منلاحظ أيضا أنه خلال هذا اليوم نفقد صبرنا في التعامل مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لها مشاكل وحجج غير ضرورية منفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير ودائما لما بكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لازم الأمر لذلك أو تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة عشرة وثلاث دقائق ظهرا بتوقيت جرينج عادة هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل في أي عمل روتيني أو من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من كون فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكونوا محبطين عاطفيا أدول عند أي انتقاد أو أي مواجهة بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عندوانيين كثيرين الصمت وأيضا هاي الزاوية بتعمل مشاكل مع النساء فحولوا قدر الإمكان ضبط الأعصاب أثناء الحوار مع النساء أما خلو المسار رح يصير بعد هاي الزاوية تقريبا الساعة عشرة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بيبدأ خلو المسار بيستمر لغاية صباح يوم الاثنين الساعة خمسة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا هذا بيعني أنه الفترة المذكورة ما بعد الساعة عشرة وثلاث دقائق مساء ولغاية الساعة خمسة وخمسين دقيقة صباحا لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا عنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة الشريين والدم المقصودة العمليات الجراحية الكبرى ولكن عمليات صغرى أو أمور تتعلق بفحص للرأس أو للأسنان أو قنوات عصب تبييض أشياء من هذا القبيل فما فيه أي مشكلة ولكن كجراحة وتخدير كامل فما بنصح فيها باقي أعضاء الجسم طبعا ما فيه أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن يصلح لزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصابغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي طبعا الأمور الجراحية اللي بالوجه دائما ما احنا بفترة التركيز الكامل لما يعطي نوره بالكامل في برج الحمل كجراحة يعني من حاول أنه ما نلجأ لها بشكل كبير رغم أنه ما فيها أي مخاطر القمر بما أنه زي ما حكينا في الحمل خلو المسار ذكرنا أنه رح يبدأ الساعة عشر وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة خمسة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الغد الاثنين بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال طبعا هو طولة اليوم رح يكون على خمسة وعشرين يعني اليوم الخمسة وعشرين لغاية الساعة اتناعش منتصف الليل نسبة الإضاءة ستعاش بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحوت ورح ينتقل القمر في الحمل عفوا ورح يضل بالحمل ليوم ثلاثة ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة عشر في المية ساعة الصباح منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في الثور حتى يوم ثلاثة ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة عشر ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% المريخ في الحمل حتى يوم 9-6 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 30% أرانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوف يتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور هذا اليوم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم فترى إيجابية حاول أنك تستغلها بشكل كامل لأنه اليوم الطاقة عالية جدا فممكن اليوم تحصل على دعم خارجي أو ربما اهتمامات مالية أو قروض ديون أو بدأية صفحة أو قرار جديد أو ممكن تحصل على معلومات كنت بتنتظرها برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بدأت تنتبه أنه اليوم ولغاية صباح يوم الغد بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم كونوا صبيرين جدا ممكن يعني شوي هيك ما تشعر بالراحة والهدوء الكامل أو الهدوء التام بسبب الضغط الكامل عليك فبدأ تضبط عصابك ما تبدأ بشيء جديد اعمل بشكل روتيني وحاول أنك يعني ما تواجه أي شخص بأي شيء برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً بتكون تستغلوا هذا اليوم لإتمام كل الأعمال الضرورية والمهمة لأنه ابتداء من الغد القمر رح يكون موجود في بيت متاعبكم اليوم ممكن تستعين ببعض العلاقات الاجتماعية لأنه رح تنشطوا اجتماعياً وتلتقوا لأصدقاء أو تواصل مع الأصدقاء فممكن تستعين فيهم لإتمام بعض الأعمال ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة وبتفرحوا بدعم من جهة ما أهم إشي قدم حلول معتدلة عشان تحظى بالتحالف الجيد برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعاً بتظل الفرصة ممتازة جداً للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة نظم وقتك بشكل جيد ويحترم الموعيد هاي فترة بتطلب منك الدقة والمتابعة فعشان هيك بدك تحضر بشكل جيد وما ترتجل وفترة ممتازة لا تحسين صورتك في العمل أو لا تعزيز مكانتك فحاول إنك ما تخالف القوانين وما تشوه سمعتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلي وهي فترة جيدة لخوض تجربة جديدة وفترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما ويعتبر من أجمل أيام الشهر إذا استغليته بشكل جيد حتى على المستوى العاطفي فالفترة هاي ممتازة للتواصل مع الأحبة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم اليوم التركيز على الأموال المشتركة المال اللي معك شريك فيه اللي هو بنك، ضريبة، تامين، مال الزوج، الزوجة فعشان هيك ممكن اللي بشغل فكركم اليوم هي الفرصة للتحصيل على المكاسب المالية واليوم فيه فرصة متاحة لمكسب إلو صلاشة بشراكة أو تعويض ولكن ممكن تسعد بتسوية مع أحد الجهات أهم مش إنك ما تفرض رأيك ما تكون عنيد ما تهمل الأوراق الثبوتية وعدم حملها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر موجود مقابلكم تماما ورغم أنه اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وممكن تعززوا علاقاتكم مع شركاء العمل، شركاء العاطفي، مع الأزواج أو يكون فيه مصالحة، ولكن يجب تجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات وحاذروا المواجهات الكلامية وحاذروا مخالفة التعاليمات والقوانين أيضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في البيت السادس معناته العمل والصحة رح يظلم سيطر لغاية صباح يوم الغد أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء ولكن بدون ما يكون فيه مشاكل ما بينكم بين أحد الزملاء يعني ضبط العصاب مطلوب نظموا جدول غذائكم وخذوا قس كافي من الراحة من حين لآخر هذه فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد حاذروا النزاعات والتذمر والتمرد وما تغامروا بموقعكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر موجود في بيت العاطفي عندكم معناته اليوم مميز جدا على المستوى العاطفي بشكل كبير والتواصل مع الأحبة فبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتكون الحضوذ قوية وهي فترة مناسبة لالاجتماعيات أو اجتماعات مهنية أو عائلية أو تلطيف الأجواء أو تعزيز العلاقة مع الأبناء أو ممارسة هواية يعني اليوم يعتبر مميز على كافة الأصعاد لازم تستغله بكل ثقة ونشاط برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم التركيز كله على أمور تتعلق بالبيت والعائلة بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة وممكن تقوم أو تقدم على خطوة جريئة وتظهر مسألة مهمة تحتاج للحوار أو ممكن أن يكون فيه موضوع أو فرحة أو حدث أو صحة أحد أفراد العائلة بعض موليد برج الجديد ممكن يفكر باستئجار بيت أو بيع عقار هاي فترة ممتازة لكل هاي المسائل ولكن ضبط الأعصاب والبعد الكامل عن المشاكل بيكون أفضل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا راح يظل فيه نشاط عالي جدا اليوم تنشطوا بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح لأنه اليوم عندك قدرة على الإقناع والحوار والإقناع عالي جدا فهي فترة ممتازة لا تسويق مثلا لمشروع معين أو لإقناع الطرف الآخر بوجهة نظرك أو حتى للحوار مع الأحبة ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجتياز امتحان واللي ممكن يتقدم منك أحدهم لمساعدة أو لتعاون حاول أنك أنت تستقبله وتعرف شو الموضوع برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهم إشي أنك ما تضيع الفرص اليوم وضف طاقتك الذهنية والفكرية لوضع حد للتساؤلات ناقش بوضوح وتجنب الالتباسات الفرص ممتازة على المستوى المالي فحاول أنك لتسوية سدادين حوار مالي تحصيل بعض المستحقات لإلك فاليوم ممتاز جدا هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء